صباح الخير عليكم صباح الخير ساعة 12 الدهر معلش احنا زي ما اتفقنا بحييكم الاول تحية كبيرة جدا وبشكركم على حصن استقبالكم للمسابقة بتاعتنا واهتمامكم بيها وبتمنى مش هقدر اقولوكم بتمنى الكل يفوز معانا لان اللي حيفوز معانا المرة دي متسابق واحد بس وكمان عشر تيام يفوز متسابق تاني وكمان عشر تيام المتسابق التالت اول متسابق عندنا حيفوز بالعجام باذن الله طيب احنا اتفقنا ان احنا قلنا انا مش هبص لأي اجابات خالص خالص تحت اي كومنتات في اي فيديوهات غير الفيديو ده بس يعني لو عايزة تكوني مشتركة معايا في المسابقة واسمك يدخل السحب ان شاء الله اللي هنعمله في ببعث مباشر على الهوى معاكم حطيلي اجابتك هنا اجابة الفزورة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر اجابات عشر اجابات عشان الاسئلة اللي كانت كتير طول المسابقة يبقى انا عايزاهم عشر اجابات عن عشر فوزير من اول الحلقة واحد لحد الحلقة عشرة بس بالترتيب يعني مش اللي تفتكريه انا عيلالكم من الاول سجلوها بالورقة والقلم وما شاء الله كان معنا ناس كتير جدا كانت بتقول انا بعرف الحل بس مش هقوله انا مسجليها بالورقة والقلم عشان اكتبه يوم عشر رمضان والنهاردة جينا عشرة رمضان ونجبتلك الفيديو اللي هتحطيلي فيه الاجابات بتاعتك قلنا الشرط الاساسي بتاعنا يكون الاجابات صح ويكونوا مرتبين من واحد لعشرة وعشرة بس وتكتبيلي اسمك اللي هقدر اتواصل معاكي به او رقم التليفون عشان اللي ربنا هيكرمه ويكسب معنا هو ده اللي هنتصل به ونسلمه الجايزة طبعا هنتفق سواء على المكان والمعادل اللي نسلمه فيه الجايزة وجايزتنا الاولى هي عجان زي ما اتفقنا وهتبقى مبروكة عليه يا رب اللي هيكسبها وكل اللي اشترك معنا في المسابقة هيفرح ان فيه حد مننا يكسب واحنا اتفقنا ان بيننا وبينك وربنا في الشهر الكريم ده احنا هنعمل السحب كله قدامكم هنحط الورق بأساميكم كله وحنجيب حد ما نعرفوش يلخبط الورق مرة واثنين وتلاتة ويسحب منه ورقة وصاحب الحظ هو ونصيبه كلنا هنفرح له وانا عارفة ان انتو كمان هتفرحوله ومش هنزعل وهنكمل بقية المسابقة عشان الفايز التاني حيفوز بالجايزة الاهم وهي الهند بلندر اللي اتفقنا عليه طيب احنا دلوقتي قلنا انه الاجابات هتتحط هنا في الفيديو ده بس مش هبص لأي اجابات قبل كده خالص خلاص طيب والعشر فوزير اللي احنا حلناهم خلاص ننساهم بقى بعد ما نحطوهم في الفيديو ده ما نكتبهمش تاني في الفيديوهات الجديدة هنبدأ عشر فوزير جداد خلاص اتفقنا طيب احنا قلنا اهم شرط يكونوا مرتبين من واحد لعشرة بالنظام والحلول تكون سليمة وكلكم بتحلوا صح ما عادة قلة قليلة جدا بتحل غلط بس اكيد يعني انتو كلكم شايفين الاجابات من بعض تخيلوا الاجابة الصحة وجاوبوها ورتبوها من واحد لعشرة الفوزير سهلة بس في ناس بتحل غلط لا محدش بحل غلط لا انا متابعة الكومنتات كلها في ناس بتحل غلط الفوزير كلها مجرد ان احنا عاملين السنة دي حاجة جديدة عايزين نحتفل بيكو في الشهر الكريم عايزين نعمل حاجة جديدة الفوزير سهلة ليه لان في حد يقول حد ياخد مجهود حد الموضوع كلها ان احنا بنعمل قرعة واللي بيكسب يبقى ربنا كاتب له ان هو هيكسب ربنا كاتب له ان هو هيكسب مش السنة دي بس ان شاء الله باذن الله احنا كل شهر او كل ان شاء الله كم شهر في الأشهر زي شهر رمضان الكريم هنبدأ نعمل مسابقة مرة عن الامثال الشعبية مرة عن طيب بعد اذنك يا شفنا نركز في المسابقة بتاعتنا وتقولهم على تفاصيلها ده فيديو وطلبت ان احنا نكسبهم وتعليقات كتيرة جدا حلفتنا ان احنا نكسبهم بس احنا واخدين عهد مشاهدين والله بقالهم بيننا وبينك وبين ربنا عز وجل ان احنا نختار عشوائي واللي ربنا عايز وهو اللي هيكسب ايه لعجاب مشاهدين بقالهم معايا 15 سنة ما عملناش خواطر والله لأهلينا لاخوتنا لأريبنا لجرالنا لأي حد ما عملناش خواطر خالص وقلنا كل المتسابقين اللي على القناة على خط واحد متساويين حينختارهم عشوائي عشان اللي ربنا عايزه بس هو اللي هيكسب وكلنا هنبقى فرحانين انه في حد كسب بجد والله نقطة اخيرة بقى قولها عشان اقوم انا اي حد من اي دولة ما ان شاء الله من اسطراليا انا عندي مونيا من اسطراليا معانا على الصحر ومعانا من العراق ومعانا من لبنان داخلين معانا ومعانا من سوريا معانا من دول كتير جدا كتير اول عندي اي حد بعد كده مسلم مسيحي اي حد راجل او ست راجل او ست كلكم اخوالينا كلكم مفيش برق القناة كانت شيف محمود عطية وحنونة طبعا قناة مفهاش تمييز لاي حد مفهاش ده اي او ده اي او ده اي كلنا حاجة واحدة بس جات لنا اسئلة كتير جدا انتو هتروحوا المينيا هتروحوا لقصر واسوان انا مسيحية اهل انا معاكو طبعا ده انتو اختينا لغالي بالنسبة للاسئلة الكتيرة دي احنا والله على قدر المستطاع لو ربنا اراد واللي تسابق اللي فاس بالعجان حيكون حد في حدود قريبة مننا بورسة عيد اسماعالية اه يعني مش عارفة نقدر نجيلكوا لوصر واسوان بس احنا نيجي على راسنا والله ويسوهاج وجرجة وانا احنا بنتمنى نتقابل معاكم كلكم كل يوم في مكان والله بنتمنى نقعد في وسطيكم وناكل لقمة سوا بنتمنى نشرب الشاي جنب بعض حقيقي والله لو تعرفوا احنا بنحبكم قد ايه مشاهدين القناة بتاعتنا بفرح بتعليقاتكم اوي اوي بفرح بدعواتكم لي والبيتي والولادي والجوزي ربنا يا ربي كل حد دعالي دعوة حلوة انا بقوله واياكم وجزاكم الله خيرا عننا ويا رب الدعوة مضعفة ليك والاهل بيتك والحبيبك ربنا يحفظكم جميعا ويسعدكم جميعا ويوسع عليكم رزقكم يا رب يعني انا مش عارفة اقول لكم هل المحبة بتاعتي وصلالكم ولا لا ومحبة الشيف محمود انا كنت بتخانق معا كتير قوي على محبته الزيادة لمشاهدين وبطوع التلفزيون بس بجد والله لما انا مارست المجال ده وحسيت انه فيه ناس بتتواصل معايا على البعد وبتدعيلي وبتحبني انا بجد بحبكو 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 جدا 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 بتمنى طبعا انه يكون كان عندي امكانية وكسب اكبر عدد كبير جدا منكو بس ان شاء الله انا بوعدكم انه في المسابقة الجاية تكون جويزنا اكتر من كده ولو حتى نضعفها شوية عشان نراضي اكبر عدد ممكن انا كمان بحبكو جدا 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 القناة عندنا قناة هاتفة قناة خاصة بالطاهي مش خاصة باي حاجة غير الطاهي ومحبتش ان انا دخل فيها اي حاجة غير الطاهي الا لما هنم بتقدم معلومة او حاجات خاصة بالسيدات طبعا طب معلش هو الشيف مايعرفش ان انا فعلت القناة بتاعتي وحنقعد نتكلم ونرغي فيها مع بعض في كل حاجة الا الطاهي الطاهي هيبقى على قناة الشيف محمود والرغي وهاتف وخد ولمساكل وحلولها هيبقى على قناة حنان جمع اعلان بقى يا شيف معلش حاجة ما يجراش حاجة احنا زي ما قلتلكو الكاميرا مظبوطة بس يا حنان او مظبوطة ان الفيديو دوت حينزل في كل الاجابات هنعمل القرع مع بعض ان شاء الله على فيديو بس مباشر مش هيبقى مسجل ابدا اللي ربنا هيكرمنا به وهيكسب زي ما اتفقنا من اي دولة من اي بلد سواء هو زي ما اتفقنا من اي مكان من اي بلد مسيحي مسلم كلكو اخوالية انا ده منطقي انا في الحياة من يوم موعيت على وش الدنيا الناس كلها اخوالية انا بحبهم القناة عندي زي ما قلتلكو هدفة بالوصفات بالحاول فتر المشالتت مدام هناء ام اندرو دي مدارسة سنوي ربنا هيكرمها قالت انا عملت الاسبونش احسن من بره بكتير اللي هو سر الاسبونش الجاهز هتلاقوه برضو عندي كل دي نسمة دياني الاسرار انا متولدتش اعب بعرف اعمل كل ده هنركع لموضوعنا تاني ان احنا يا جماعة الفيديو ده بس الوحيد اللي احنا هناخد به كل الاسامي اللي محطوطة حطى الاجابات لعشرة اجابات وتكون مشتركة في القناة دي اهم حاجة يعني لو حد حطى الاجابات مش مشترك هيدوس لايك وشير للقناة ويفاعل الجرس ما تشايروش حاجة مش مقابل ايوه الناس اللي بتقول ان احنا مش بنعرف نشاير على فيس ولا على غيره خلاص براحتكو اللي قادر يشاير يا جماعة يعني عشان غيركو يشترك ويقدر خلاص ما عندناش احنا كبال اي مشكلة هو مشترك معانا في الفوزير بعد كده نقطة من اول السطر هنعمل فيديو بس مباشر نطلع كل الاسامي اخترنا الاسم هبتدي ان انا اشوف ازاي اقدر على المباشر او ان انا اه 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 ايبقى فيه تواصل بيني وبينو اول ما يبقى فيه تواصل هنقولكو ان معا التسليم الجايزة بفيديو مباشر او فيديو هنسجله لكو هناك اه اه يوم كزا الساعة كزا او ننزله لكو في المكان اللي احنا بنحدده هي شركة التوحيد طبعا للتجارة ده افضل مكان انا بليس احب الناس بالصورة غير عادية ما نروح النادي ولا نروح جنينا ولا اي حاجة للاسف انا مش بتاع الكلام ده اوت انتو لو عرفتو اشتردو اردوني انا اه بتاع اجتماعي شوية مع الناس يعاني يا رب دايما كده فيزين معانا وزا ما توقدي لا اول ولا اخر اللي جاي احسن كتير اللي جاي افضل كتير باذن الله باذن الله باشكركم جدا سلام عليكم استنى 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 مقول سلام عليكم معاكم 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 سلام عليكم اشتركوا في القناة